اهلا بكم الحاجة اللي ممكن تخلق مجرم اللي ممكن تحول مصار إنسان من اتجاه لإنسان لاتجاه تاني اللي بتظل زي ما تقول شوكة في جسمه وفي عقل وفي وجدان كل بنا آدم هو التنمر التنمر خطر جدا يا جماعة والمتنمر واحد من أسوأ بالشخصيات في الحياة عموما الشخص المتنمر اللي هو الشخص اللي دايما بيعيب على الآخرين بينتظر فيهم أخطاء وأواء الآخرة وتنمر أنواع وأشكال وأواء الآخرة بكل برانش في الطب على فكرة في حاجة دايما إحنا نقف في التنمر ونقف نتكلم عنه لكن السمنة واحدة من أشهر صور تنمر واتصل السمنة مع المريض بتاعها إنه خلاص بقى بيبقى يعني زي ما يقوله استوى الرجل الشاب دا بيبقى طالع من هو طفل بتريقوا عليه ويتنمروا عليه ويسموه يعني فيه مثلا ممثلة مصرية مشهورة قوي مش مشهورة قوي يعني بس كدت في الوقت من الوقت كاسمها رفيعة هانم هم قالوا عليها رفيعة هانم سموها كده رفيعة هانم دي عانت جدا اللي هي رقصة حياتها اللي هو عانت جدا بسبب وزنها وصلت لمرحلة إن وزنها وصل درجة كبيرة جدا بس الكلام دا في الستينات من القرن الماضي وخلاص قاعدت ما بتشتغلش اللي هي عملت أطوار كتيرة حلوة في في فيلم مشهور أو اسمو سكر هانم بتاع العظيم عبد المنعم ببرهيب وكان معاه بقى ناس جميلة قوي في الفيلم دوت كانت موجودة في الفيلم بدوها دور في الفيلم بتختوخة كده بتخنت جدا سموها رفيعة هانم تنمر هم بيتنمروا كانوا بيتنمروا عليه في الوقت دا صحيح التنمر خطير جدا لإن التنمر بيخلي اسمش عافعيش خلاص التريقة النظرة اللي جايبين هنا مثلا في الفيلم ولد مش تخين قوي ولد تخين شوية خلاص هو ابن عزل ويتسمى بقى يتسمى بقى اسمه معين لدرجة انه لكم انت تخيلوا مثلا انه وعدة من الشخصيات الشهيرة اللي كتبها العبقري نبيل فاروق زمان من المغامرين الخمسة احنا الجيل بتاعنا بقى نمى على حكاية دي كان اسمه تختخ محمود سالم آسف محمود سالم العبقري برضو محمود سالم العبقري برضو محمود سالم عمل حاجة اسمها المغامرين الخمسة زمان كان البطل بتاع المغامرين الخمسة اسمه توفيق طب صاحبه كانوا مسمينه ايه تختخ وفضل تختخ ده في وجداننا وكانت اعتقد انها ما كانتش مناسبة لان كان كل الناس اللي التخان كانوا يتقللهم فلان ده غلط غلط كبير كده لكن هنعمل ايه الاطفال صعب التحكم فيها في الموضوع ده فنعمل نحارب السمنة الاهل لازم يحاربوا السمنة واوعى تتنمر بابنك بقى مايجيش تنمر من الاهل مايجيش الواد رايح جاي يدخل البيت يلاقى ابوه بيترق عليه ويلاقى أخوه بيترق عليه ولقى والدته بيترق عليه مايصحش ده بقى ده بقى الغلط الكبير طب نعمل ايه نقف جنبه ودلوقتي الجراحات السمنة اجمل حاجة بسمحها انهم كل شوية بيقدموها في دلوقتي الجراحات بتعمل في سن مباكر هنسأل نهاردة ضايف العزيز في هذه المنطقة المهمة جدا طبعا اسم متميز لغاية وقيمة علمية كبيرة بتبقى دايما حواري معاها في الدكتور شيء يدعو للسعادة ويدعو الى الكثير جدا من الحماس العلمي ضايف العزيز هو القيمة العلمية الكبيرة لأساس دكتور كريم صبري أساس جراحات السمنة والمناظير بكل الطب الجامعة عن شمس المدير الواحدة لجراحات السمنة موسيش فوادي نيل وزامل كلية الجراحين الملكية بانجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة اهلا بك اهلا مساهلا انها هبدأ بالاطفال انتوا دلوقتي احكيني بقى يعني كده الاول مقدمتك الحلوة عن جراحة السمنة في ال هقول لي لانج أدلت او الاطفال الاطفال طبعا من سن 11 سنة يمكنهم اجراء العملية بس يكون وزنهم طبعا زايد فوق المئة كيلو يعني بال يعني يعني حاجة بسيطة يعني طبعا فيه مقيس تانية بالبرسنتائل والبادمس اندكس لكن احنا يعني يمكن كمجتمع عربي او يعني كمصريين احنا بنخاف على اطفالنا اصلا من اجراء اي نوع من العمليات لكن عايز اقول ان الاطفال مش بمنأة او مش بعيد خالص انهما يصابوا بنفس الامراض السمنة ما تفرقش يعني يعني الطفل اللي هو وزنه زيادة طبعا ده عنده مشاكل يمكن احنا شفناها في الفيلم القصير ده هوت انه الطفل معزول وخاف يندرج في المجتمع وعنده مشاكله النفسية ومشاكله الصحية برضه كمان يعني السمنة مش هترحمه من السكر ومش هترحمه من الضوط مش هترحمه من قطاع النفس اسنان نوم اللي هو قاعد طول الليل يشخر وما بنامش وطول اليوم طول النهار نايم في الفصل بتاعه او المدرسة بتاعته طبعا طول الوقت عايز يجبع بقى منه الحال اماليان دهون طول الوقت وعمال مش قادر ياخد نفسه وبالتالي في الاخر هو انسان بقى مريض فاحنا طبعا ما عندناش فرق خالص ما بين الامراض انها تصيب الطفل وتصيب الناس الكبيرة هو دي سمنة مفرطة يعني مالش فطبعا انقاص الوزن حاجة مهمة جدا احنا طبعا ما بنعملش عملات كبيرة في الاطفال يعني هي عملات زي تكميم المادة اللي احنا عارفين تماما انه العمليات زي تحول المصار بتقلل امتصاص بعض المينرالز والفيتامينز وده طبعا ممكن يؤثر على الطفل كنمو هرموني او نمو عزام او نمو بصفة عامة يعني فمن بعد 11-12 سنة ممكن يعمل العملية طيب الطفل بقى اللي هو 13 سنة ولسه يعني قدرته المنتلي مش قادر يتواصل مع المجتمع او انه هو مش هيقدر يستخدم الطول دي انه هيقدر ما انت شايف ان الطفل فاهم اصلا يعني لا اجله شوي يعني وطبعا لازم المنتالي او حتى التواصل الكمنيكيشن لازم تبي أساسد كجزء من المنظوم الطفل برضو اللي ما يعملش لو عندهش صبورت عائلي يعني الاسرة نفسها مش متحمسة لان هي تساعده لان طفل اللي هو عامل عملية تكميم دي من افسط العمليات هي لا تؤثر على الامتصاص عملية انت شلت وزء من المعدة صغارة حجم المعدة يعني فده معناه انه هو يعني لازم يحافظ شوية من السكريات من الشوكولاتات من الايس كريم وده صعب جدا على الطفل عشان كده لازم يكون فيه دعم أسري يحافظ عليه شوية او ان هو يساعده في ان هو يتواصل ما بعد العملية او يحافظ على الوزن اللي نزله ما بعد العملية فهي عملية السمنة في الاطفال احنا بنختصرها الحاجات التانية الوفشنز تانية مش متاحة انت طفل مين اللي هتقل تقوله اعمل نظام تغذية هو وزنه يعني كبير كسر 120 ولا 130 كيلو وعنده تقوص من فاصل يعني عضمه متني يعني خلاص تقوص يعني مش هادري اتحرك بتاعته مش ده اللي هيتابع نظام غزائي تعال بقى هات ركب بلون البلون هدي قبل 15-16 سنة المعدة لن تستوعبها حجمها يعني ما بركبهاش طيب هنسيب الطفل بقى بالوزن ده لا يبقى ايزا عملية تكميم المعدة من العمليات المفيدة الامنة التي لا تؤثر على النمو على الاطلاق في الاطفال هنتقل من الاطفال لمن يريدون الاطفال تمام من يريدون الاطفال دي كيس قدامي يعني واحد بعتلي واحد و 38 سنة 38 سنة بيجوز من 8 سنين من اكتر من 8 سنين حاول انجاب اكتر من مرة وكل مرة يروح يتقلق لازم تنزل وزنك ده راجل كمان على فكرة السؤال هنا يعني كثير من الناس تتفهم انه الست عندما يزيد وزنها هي لا تستطيع الانجاب لكن قليل من الناس مش متخيلة حجم زيادة الوزن تأثيره السلب ايه على الانجاب بنسبة للذكور مفسوب لجودة الحياة المنى والله هما الاتنين يعني طبعا الزكور والاناس في نفس الدايرة يعني طبعا احنا ربما يكون الوزن عقبة في طريق الانجاب عند الرجال وعند النساء عند الرجال اكتر طبعا بيؤثر بالسلب على الصحة والقدرة الانجابية والقدرة الجنسية يعني طبعا لان هرمونات الدهون هي عقبة في طريقهم لان بتحول الهرمونات الزكورة الى هرمونات اخرى انسوية مش بس كده انت يعني يمكن شايف بقى ان في امراض مصاحبة للسمنة المفرطة قد تؤثر بالسلب على الانجاب والقدرة برضو الانجابية زي السكر انت يعني السكر ده ما هو حاجة مرتبطة بالسمنة المفرطة السمنة جابت لك السكر وبالتالي السكر برضو هيأثر على عصاب هيأثر على الصحة الانجابية الناس اللي عندهم كلسوري زايد بسبب السمنة المفرطة وعندهم مركب دعمات وبتالي يدخل فيه يعني نقص في كفاءة القلب وده نعكس برضو على الصحة الانجابية بصفة بصورة يعني اقصد انه السمنة هي عائق امام الرجال في ناس تانية طبعا ده مش مش كده تبس كده يعني مش بسبب صعوبة للانتصاب او القدرة على الانجاب بسبب الباطن اللي هي طول الوقت كبيرة وبندلس وسقطة على يعني حتى ميكانيكا لي صعبة فيها صعوبة يعني ان انت تقدي حياتك اقل او يعني الطبيعية يعني النمرة التانية يعني السيدات عندهم تكاسم مبيض والطراب هورمونات والمبيض يعني بيبقى في وضع أشبه بالمعطل يعني طيب احنا فيه سيدات بتنجب بالرغم من وزنها ربنا يوفاها طبعا احنا دبقى يعني لو دخلت قاسرية دي بيبقى دكتور التغدير بيبقى بيحسب أنفاسه في انه يولد سيدة وزنها كبير دكتور النيس بقى طبعا فيه معاناة شديدة اثناء المتابعة وتخيل بقى نحيك ده هيعمل قاسرية في وزن كبير ده ان ده ان حصل حمل يعني فطبعا لا انصح تماما ان احنا نقصر في ان احنا ناخد الطريقة الفعالة في انقاص الوزن عملية تكمين بالمنزار خلي الفتحات صغيرة اقامت 12 ساعة في المستشف انت ليه تسيب نفسك للوزن الزايد انه يعطالك على الانجاب او يعطالك على يعني 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 انت تمشي في شونة ادوية وانت في سنة صغير انا يعني يمكن بشوف ناس والله ماكملت 40 سنة وبيعود في وضع العارف الوضع المرضي الحج بقى اللي خلاص اللي هو انتقل من مرحلة الشباب اللي هو المفروض يعيشوا في وضعه ويتقالوا لحج او يحج اه وصل لمرحلة الحج بقى في فترة يعني هو مش بتاعته 40 سنة شباب يعني في لعبة كورا عندهم 40 سنة بلعبة كورا على مستوى العالم طبعا زلطان ابراهام مفيدش ده عنده حاجة ده عدل 40 وبيلحب الناس طبعا يعني طبعا لايف ستيل مختلف شوية ووضع مختلف فاحنا يعني طبعا هو وعلى فكرة يعني هو مجموعة الامراض المرتبطة بالسمنة المفرطة هي بتهزم الوضع السني يعني انت عندك 40 سنة انا كنت قاعد مع حد يمكن في العيادة بقعد فرند اللي كده في ساعت طبعا بقعد ااخد يعني تاريخ مرضي مفصل يعني فتلاقي السن فعلا صغير ومثاليا مش معداش ال40 وتلاقي عنده الضغط وعنده السكر وعنده الكوليستور العالي وده دهون الكبت وياخد ادوان المفاصل وقولك انا اصلا عندي ينزل قدره فيه وعندي انا فعلا يعني بيبقى صعب عليها جدا يعني كحاجة مش وضعك ده انا شربين سنة انا اممكن متحفظ في ان انا انقل الصور نفس الصورة دي على السيدات اتخاق انت الوضع ده الست وتوصل سن لسه سنة صغير في التلاتينات والله العظيم بتبقى وضع خمسينات وستينات يعني ليه كده هو ده سنة هي دي سنة اللي بتحبس الانسان اللي بتغير شكله اللي بتغير سنه اللي بتهزمه نفسيا انه يتوافق مع وضع سني مش بتاعه يعني السيدات وعلى فكرة بقى انا اقول لها حكة على معلومة يمكن السيدات اكثر عرضة للتنمر يعني الكلمة بتفرق معا جدا يعني يعني طبعا السيدات حسين جدا للوزن وحسين جدا بتبقى فعلا ونسبة الاكتاب مش ولاية خالص عن السيدات بسبب الوزن نسبة كبيرة جدا 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 وماشينا قريدة على الانتدبريسان بابا البنت في 25 سنة وماشي على ادوية الانتدبريسان بتزود الوزن بتزود الوزن تلاقيها بقى زادت في الوزن نفسيتها غير مستقرة ويعني فيه كتاب شديد وتلاقيها ماشي على الادوية بتزود اصلا الوزن ما تنزل الوزن ما خلاص ناخد القرار لانقاص الوزن عملية في نص ساعة وبعدان ده حاجة سهلة جدا يعني يعني البنات الصغرين والاطفال الجراحات فيهم سهلة يعني ايه سهلة هو ده احسن واحد يدخل بنك هو ده سن صغير احسن واحد جدار بطنه مالي يعني سهل لان انت تتشتغل فيه بالمنظور احسن واحد دهون وغير فيه دهون كده بتبقى معلش لا دهون فعلا يعني صعبة وتلاقي الحركة في البطن صعبة من كتر الدهون يعني تخشبت في البطن فطبعا السن الصغير دول لا لسه يعني دول كويسين جدا في الجراح الحوار معك متعة خالصة جدا فيه كشف اولا النقاطة العلمية المهمة جدا ربط بين السيتيويشن البطنية مثل تأخر الانجاب مثل تكاوس المبايب مثل السكر مثل الضغط وحالة السمنة وايضا تفاصيل الجراحية هتلاقوها دايما في حوارتنا مع ضيف العزيز الاسم المتميز للغاية الأستاذ الدكتور كريم صبري وأستاذ جراحات السمنة والمناظر بكل الطب جامعة عن شمس والمديد لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوادي النيل وزميل كليات الجراحين الملكية الإنجليزية والأمريكية نورت وأبدعت كالعادة الدكتور هيبقى الحوار مستمري ولكن زي ما نقول دايما بصوت المريض ومن غرفة الجراحات وهذا أمر نتمنى أن نراه كثيرا جدا لأنه بين قلنا إلى زي ما بيقوله من الناحية النظرية والشرح النظري إلى الحوار العملي إلى غرفة العمليات خليكوا دايما ما دكتور أنا اسمي دينا وزني 116 سني 21 سنة كنت بنوانا صغيرة مليانة أصلا بس كنت بزيد وبدخن وكده في آخر فترة كنت تعبنة جدا من شكلي فجأة زيت جدا بعد ما عدت من الجامعة أخدت الأجازة بقى وكن عندي فراغ للأكل وما مش باش تتغل فكان وزني زيت جدا وحالة النفسية تعبت بقى وبابايا حتى لاحظ ده هو مامتي وكنتش بنزل بنزلش خالص ولا بروحه بيجي فبابايا كان بيشجعني إن أنا أجي أعمل العملية دي كنت قبل العملية 116 كيلو ودلوقتي 92 الفترة ما بين العملية كان 24 كيلو اللي أنا خاصتهم دول كان في ثلاث شهور وأختلف معي الموضوع في الخروج نفسيتي مكنتش بخرج من البيت أساساً دلوقتي بقت بخرج لبسي كل ما لبس حاجة كانت قديمة عندي ما بعرفش ألبسها بسبب وزني أو شاكلي فيها ما كانش حلو دلوقتي بقت عرف ألبسها وببقى مبسوطة قوي قوي قدام نفسي قدام مرايا وإنك عايزتي بأحسن تقفي قدام مرايا ومبسوطة بنفسك لازم تعملي دا ولازم تأخذ القرار دا والأي حد عايزي من عملية ما تخافش ولازم تيجي ولازم تاخد القرار دا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر